في الأيام اللي فاتت شفنا وطبعنا انطلاق تصوير العديد من المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان اللي جاي ده بعد فترة من التحضيرات والترتيبات هتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توليفة كده توليفة مميزة ومتنوعة من الأعمال ما بين الاجتماعي، الشعبي، الكوميدي، الصعيدي، التاريخي وأيضا الديني خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن بوادر هذا الموسم الدرامي الرمضاني من ضفنا ناقد الفني عماد يسري صباح الخير عليك أستاذ المشاهدين وصباح الخير يا مصر في البداية كده استعدادات الموسم رمضان بتكون مختلفة شوية فشركات الانتاج ازاي بتستعد؟ ازاي بتفكر؟ هل بتشوف اللي حصله الرواج السنة اللي فاتت مثلا أو الموسم اللي فات فنبتدي نكسف منه أو نشتغل عليه؟ هل بنفكر ناخد طريق مختلف شوية ونبتدي نخلي الناس تهتم بي؟ طيب اسمحوا لي في البداية اللي أنا أقدم كل التحية والتقدير لأرواح عظماء من مبديعي وفناني مصر اللي رحلوا في 2022 واللي أثروا الشاشة المصرية والعربية بأعمال عظيمة في الدراما والسينما والمصرح وخلينا نتكلم أن الدراما المصرية هي أحد أزرع القوى النعمة لمصر ويمكن مصطلح القوى النعمة ظهر في تسعينات القرن الماضي ما جوزيف ناي أطلقه وهو جعل الناس ترغب فيما أنت راغب فيه ده كان المعنى اللي أطلقه في تسعينات القرن الماضي طبعا مصر طول عمرها مؤثرة بمبديعيها وفنانيها عبر العصور المختلفة إحنا دلوقتي مثلا حاليا وإحنا عندنا مسلسلات الأوف سيزون وفي حالة من الجدال على السوشيال ميديا أن فيه أعجاب شديد بما يقدم حاليا على شاشات المختلفة على الشاشات المتحدة المختلفة ويمكن أنا من إمبارح بالليل شايف كلام كتير مثلا على مسلسل وبيننا معاد للنجوم صبري فواز وشرير رضا ويمكن كل مستني مثلا حلقة الخمستاشر عرضها يكفي أني كمان شفنا جمال مثلا فيها يمكن عشان متابعة المسلسل شوية شفنا مثلا جمال مدينة الإسكندرية بشكل تاني وده اللي احنا دايما بنقوله إزاي نسوأ لمصر سياحيا من الدراما يمكن حتى هم كانوا أطلقوا في الحلقة الثلاثاشر إهداء لمدينة الإسكندرية إلى المدينة التي لا تتشابه مع مدين كثيرة مدينة الإسكندرية وقصة مختلفة قصة فيها حياة الأب المصري والأم المصرية وعلاقات اجتماعية جميلة الهاني كمال طبعا اللي هو برضو قبل كده قدم لنا أبو العروسة وهو دايما متفرد في تقديم شخصية الأب المصري بشكل مختلف طبعا احنا بنتكلم خلاص يمكن مارس 23 مارس إن شاء الله شهر رمضان كل سنة وحلاكم طيبين والسادة المشاهدين طبعا الشركة المتحدة أعلنت عن العديد من الأعمال الدرامية التي سوف تعرض على شاشتها واللي من خلالها من خلال إنتاجها ومن خلال تعاون شركات الإنتاج من كبار شركات الإنتاج معاها ودايما الشركة المتحدة بتعرض قصص من واقع المجتمع وفيها رسائل إيجابية لأنه ده دايما دور الدراما دور الدراما اللي احنا نقدم رسائل إيجابية وليس نقدم صورة سودوية للمشاهد بدون اللي احنا ما نقدموش مثلا حلول طبعا بيبقى فيه مشاكل أكيد فيه مشاكل ده دواقع مجتمعي لكن الواجب عندنا في الدراما اللي احنا نقدم الحلول والنمازج الجيدة والنمازج اللي فيها أمل للمشاهد طبعا فيه مسلسلات اللي التلاتين حلقة موجودة فيه كمان السنة دي فيه أكتر مساحة أكتر لمسلسلات الخمستاشر حلقة ودي استجابة الشركة المتحدة للمشاهدين اللي دايما بيطلبوا ان ده يبقى موجودة على الشاشات شايفين طبعا نجوم الصف الأول متواجدين يعني مثلا منازكي موجودة بمسلسل خمستاشر حلقة من تأليف خالد وشرين دياب وإخراج محمد شاكر خدير فيه مثلا طبعا طريق لطفي موجود مذكرات زوج مع خالد الصاوي إخراج تامير نادي فيه كمان أحمد أمين فيه دنيا سامير غانم داخلة فيه طبعا الفنان النجم ياسر جلال داخل بخمستاشر حلقة طبعا السنة دي كمان فيه تنوع وخليني أشكر الشركة المتحدة على ده ان فيه تنوع في الدراما ما بين التاريخي وما بين الديني وما بين الدراما الشعبية والساسبنس والاجتماعي فعندنا مسلسل ديني الإمام الشفعي وده بطولة النجم خالد النبوي وإخراج اللي سحجي وإحنا عندنا كمان السنة دي في تعاون عربي مصري في الدراما فعندنا في مسلسلات الخمستاشر حلقة شوف نجوم الصف الأول بيشاركوا فيها طبعا عندنا المسلسلات وما أصلا دلوقتي بقوا بيفضلوا يعني لما بيطلوا يتقلموا دلوقتي في البرامج بيقولوا أنه احنا بقى بالنسبة لنا أفضل بكتير نقدم محتوى 15 حلقة لكن يبقى كابسولة كده مكسفة من الفن والكرياتيفتي أو الإبداع في حاجة بسيطة بدل معه 30 حلقة ده دور المنتج ده دور المنتج وفعلا ده شركة المتحدة دايما لأنها قبل تقديم أي عمل بتبحث أن ما يبقاش فيه تطويل ما يبقاش فيه مط فده دور الإنتاج طيب احنا عايزين نعرف بقى من حضرتك يمكن نتكلمنا عن نجوم زي مرازكي خلد الصاوي طبعا ياسر جلال طرق لطفي من تاني يعيب أن نجوم صف أول مش بس في المسلسلات الخمستاشر حلقة لا في السباق رمضاني هيبقى عندنا طبعا محمد رمضان النجم محمد رمضان ويمكن راجع للتعاون من جديد مع المخرج محمد سامي في العمدة وطبعا بتشاركه النجوم زينا وإيمان العاصي والعديد من النجوم ويمكن كان فيه موقف جميل لمحمد رمضان مع فنان كان بيكلم وعلى طول وعلى فكرة ودي كمان كان من النجم محمد رمضان ومن الشركة المتحدة يعني في قانين واحد ودي كتستجابة سريعة وهو ده دور الشركة المتحدة دور الاجتماعي كمان اللي احنا كل فنان اللي احنا بنبحث عنه وبنقدمه يعني بنهتم بالفنانين فيه طبعا المخرج الكبير خالد يوسف راجع بمسلسل السلطان سر السلطان اللي هو عن قصة يوسف إدريس سره باتع وده فيه ستين نجم المسلسل بيضم حوالي ستين نجم من نجوم الصف الأول وهو يمكن عن العصر الحاضر وعن بيرجع للحملة الفرنسية وده طبعا رجوع للمخرج خالد يوسف بشكل مختلف فيه طبعا روبي النجمة روبي بتقدم برضو العمدة من تأليف طبعا الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج المخرج عادل أديب فيه عندنا برضو من ضمن المشاركين برضو في السباق الرمضاني كتير جدا زي طبعا الفنانة يوسرا برضو مسلسل اجتماعي كوميدي برضو السنادي الحمد لله على السلامة وطبعا نيلي الكريم بقى مفاجأة السنادي سعيدية طلع بقى السنادي عملة ندرة سعيدي ويمكن ده كان الجديد تأليف طبعا الكاتب الكبير متحة العدل وإخراج مندو العدل وطبعا ده شيء جديد ياسمين عبدالعزيز طبعا ضرب نار مع النجم أحمد العودي ومصطفى فكري المخرج وتأليف ناصر عبدالرحمن فعندنا حالة طبعا مش هننسى بقى الكوميديا اللي كننا بنستناها الكبير قوي بيستعلونا في الكنترول دلوقتي الكبير موجود الكبير موجود طبعا الكبير قوي طبعا تأليف أحمد الجندي وطبعا رحمة أحمد موجودة طبعا بكل كرول كبير قوي فعندنا حالة هل أكرم حسني مشارك السنادي؟ أكرم حسني لغاية دلوقتي ما فيش يعني ما فيش ما تمشي الإعلان عن ده وإحنا منتظرين يعني إحنا تعودنا يمكن على أكرم حسني وعلى نجاحاته المختلفة ما بسألك عشان هل فيه أعمال تانية كوميديا غير الكبير؟ لا ممكن يبقى فيه على شاشات أخرى غير شاشات المتحدة لكن إحنا بنتكلم من الشاشات المتحدة يمكن إحنا بنقول حوالي حوالي 15 عمل تقريبا لغاية دلوقتي يعني حوالي 15 عمل والسنة اللي فاتت كان حوالي برضو 14 عمل يمكن دائما الشركة المتحدة بتعمل حالة توازن وخليني أتكلم على حاجة بقى مهمة أهم كمان من الدراما التلفزيونية للمشاهدين الكبار يحيى وكنوز ومسلسل الكارتون الجزء الثاني اللي هيبقى في رمضة وده دور مهم جدا اللي احنا نعرف التاريخ المصري للأطفال من خلال مسلسل كارتون يمكن بيكتبوا الكاتب محمد العدلي وطبعا مستاذ الحقيقة وعمل مؤسر في شكل كبير جدا ده دور الإنتاج اللي احنا دي قوى النعمة واللي احنا لازم نقدم للطفل في رمضان جرعة من الحاجة اللي بيحبها مسلسل كارتون ويبقى جاذب ليهم خصوصا كمان الكتابة للطفل ما هيش سهلة طبعا الكتابة للطفل صعبة جدا فكرة انك تعرف الطفل هيتقبل المعلومة ازاي هيتقبل كلمة ازاي هيفهم اي نوع من الكلمات الطريقة اللي هيفهمها السرد التسلسل كل الحاجات دي بصراحة ابدع فيها محمد العدل هقول لحرارة كمان وازاي كمان اللي انت تستعين بأصوات كبار النجوم اللي هو الطفل متعود على صوتهم ان يبقوا موجودين فده كمان عامل جاذب ليهم طبعا فطبعا بشكر الشركة ان كمان دورها انها تقدم مسلسل كارتون للاطفال في رمضان زي ما كنا كلنا بنستنى بكار بقى برضو دلوقتي يحيا وكنوز عندنا مسلسلات تاريخية صح؟ مسلسلات تاريخية طبعا اتكلمت طبعا عن خالد النبوي والامام الشفعي وطبعا بيكتبوا الكاتب محمد هشام عباية وبيخرجوا اللايسو حجي المخرج السوري وطبعا احنا بنتكلم بقى مستنيين خالد النبوي وبنقول 15 حلقة مرحلة ازدهار فني نقدر نقول يعني هو طول عمره بس يعني بقى له كم سنة كده متقلق في اختياراته يمكن الناس حبة جدا هو كان السنة اللي فاتت ونجح نجاح كبير جدا لانه كمان كان عن قصة قدبنا وكاتبنا الكبير عميد الدراما المصرية وصامة انور عكاشا كان القصة وكان طبعا السيناريو حوار لمحمد سليمان عبد المالك فطبعا شيء فعلا خالد النبوي اختياراته ويمكن التعاون مع الشركة المتحدة اثمرت عن نجاحات يعني باذن الله السنة دي فيه نجاح مختلف فيه نجاح كلنا كنا دايما بنسأل اين المسلسل الدين فالسنة دي موجود المسلسل الدين عظيم السنة زعماد الجمهور المصري هو جمهور زواق الكل بيعمل حسابه اي شركة انتاج مصرية مش مصرية الكل بيعمل حساب الجمهور المصري لانه عارف انه هو زواق مهما مرت علينا من مراحل واتجاهات لشركات انتاج او لسكريبت او لمؤلف او او لكن بنرجع مرة تانية فايه رأي حضرتك في العودة هذه المرة ان الشركة المتحدة حريصة لانها تقدم لجمهور فن محترم هادف يساعد على التوعية ويوثق التاريخ المصري بص دور الانتاج دايما ودور المنتج انه هو يبحث عن المختلف والمتميز الذي يصل للجمهور والذي يجعل فيه حالة من الايجابية في المجتمع وده دور الشركة المتحدة طبعا الشركة المتحدة احنا مش بنتكلم على الملف الدراما بس احنا فيه ملف الاعلام طبعا اذا كان الاعلام المرئي او المسموع او طبعا الصحافة فالشركة المتحدة مهتمة جدا بده والدراما تحديدا هي سفير مصر في الوطن العربي وخلينا نقول ان فناني مصر حاجة بسيطة حصلت مثلا في المونديال العالم اما شفنا فرح الديباني رئيس ماكرون يخليها بتغني السلام الوطني الفرنسي وشفنا ويجز اذا برضو كان بيغني في المونديال وشفنا في تايم سكويرز ماشي فاذا فناني ومبدع مصر هم سفراء مصر في الخارج والشركة المتحدة مهتمة جدا بده وعشان كده حتى خليني اشكر برضو الشركة مهرجان القاهرة للدراما اللي كان السنة اللي فاتت في دورته الاولى والسنة دي منتظرين طبعا الدورة التانية فاذا الشركة المتحدة مهتمة جدا بملف الدراما لانه ملف هام من خلاله بتقدر تعرض كل انجازات مصر على كل المستويات من خلال قضايا اجتماعية واحنا شايفين مثلا دلوقتي انجازات كتير ملف الطرق المدن الجديدة العشوائيات اللي انتهت تقريبا او انتهت فعليا ما بقاش فيها عشوائيات فكل ده بيتقدم في الملف ده طيب النهاردة بنشوف حريك قلت سنة اللي فاتت كانوا 14 عمل السنة دي ان شاء الله يبقوا 15 بقينا نشوف مسلسلات كتير في الوف سيزن هل هنوصل لمرحلة قدام انه رمضان يبقى سيزن بيتيتعرض فيه مسلسلات زي اي سيزن تاني هل احنا رحين في الاتجاه ده ولا اي احنا النهاردة بقينا نشوف اعمال قوية حتى الاول حكايات الصغيرة اللي بتتعرض او مسلسلات كاملة بقينا نشوف اعمال قوية قادرة تشد المشاهد انه يقعد يتفرج ويتابع المسلسل ده بعد ما كان بس الاعمال ده تعود عليها كمجرة العادة يعني تبقى بس في رمضان هل احنا رحين في اتجاه ان رمضان يبقى موسم زي اي موسم طيب هقول حركة كان السنوات من حوالي 7-8 سنين كده ويمكن اكتر شوية كنا فاجأ بنفاجأ ان رمضان يوصل لاربعين عمل خمسين عمل ايه جماعة مين هيشوف الكلام ده حد موجودة نعرض مسلسلات خارج السباق الرمضاني النجوم كلهم كانوا بيطالبوا بدا احنا نعرض خارج السباق الرمضاني ويبقى فيه حالات من حالات الشغل وما يبقاش فيه ضغط جات الشركة المتحدة ومتولت الملف ملف الانتاج الدرامي فعلا عملت ده وفعلا ابتدينا نشوف وإحنا هو موجودين حاليا على شاشات المتحدة المختلفة مسلسلات مختلفة خارج السباق الرمضاني بنجوم ولسه وفي رمضان عشان كده ابتدت رمضان يبقى ينطق حوالي 14-15 عمل يبقى في رمضان فرجعنا لرمضان اللي احنا كنا دايما بنتكلم عليه زمان ان يبقى لأعمال قليلة يمكن فيه مسلسل مثلا في كل أسبوع حكاية اللي بيتعرض بيتعرض برضو حاليا على السي بي سي بيتعرض جروب العيلة بيتعرض كم فيه لسه العيلة دي كم فيه مسلسلات العائلة المصرية اللي بتتعرض حاليا واللي هي فيها رسائل إيجابية كتير وبنشوفها إيجار قديم شفنا الفترة اللي فاتت على شاشات المتحدة أعمال مختلفة أعمال كلها جيدة احنا بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا على كل هذه التحليلات شكرا لكم وصباح الخير على شهد المشاهدين وصباح الخير على حضرتكم